يا إخواني تأدبوا وأدبوا أولادكم أنكم وأنهم إذا قمتم إلى الصلاة كما قال تبارك وتعالى في كتابه الأجل الأعز أن تأخذوا زينتكم البسوا أحسن فيها بكم كأنكم في مقابلة مقابلة مع أحد من يدعى من علية القوم أيًا يكن لكن هذا رب القوم لا إله إلا هو رب القوم وكل قوم لكن ليس أقل من أن تتزين له كما تتزين لوزير أو رجل ثري أو ملك أو رئيس أو عالم جليل بين الناس ليس كذلك؟ خذ زينتك استعطر وخف في مقام الخشية لا إله إلا هو مؤدباً متأدباً بظاهرك وباطنك لأنك تواجه الله لا إله إلا هو تطلب أن تدخل عليه تعرفون لو تعلمتم وعلمتم أبنائكم وابناتكم هذا الأدب القرآني خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عظيمة نرددها مذكرنا صغاراً ولا نكاد نفقه لها وجها من المعنى نفهمها نحوياً بلاغياً لكن لا نفهمها تحققياً ربانياً لذلك نحن أبداً نواجه أنفسنا بأحسن زينة أما لله فنلبث ثيابل بالله ونصلي صلاة أيها الإخوة والعياذ بالله لو توجهت والعياذ بالله بمثلها إلى مثلك ما قبلها منك يقول لك ما هذه الصلاة لا أريدها لعبد مثلك فكيف لرب العالمين لا إله إلا هو طبعاً أنت تتوجه بها له والثمر لك هو غير محتاج إليها لا يهدوها لكن تجعل توجهك بها له لكي تستكمل آلة الأدب لكي تتعلم الأدب الخشوع الحضور معه لا إله إلا هو لكي تصبح مؤمناً لكي تنقذ نفسك في الدنيا والآخرة لكي تطهر نفسك محيط نفسك هو لا يحتاجها لا تزيد في ملكه شيئاً لا إله إلا هو من أجلك أنت أن تفعل هذا أن تفعل هذا حتى إذا فرغت منها ذكرت الله وعلى صوره كما كان يفعل سيدك رسول الله صلى الله على رسول الله وآله وسلم تسليماً كثيراً تذكر الله وتأخذ بالمعقبات تعقبات الصلاة في خشوع وخضوع أيضاً تستحضر أن الله يراك لا تمد رجلاً لا تخرج ريحاً لا تصرخ بأدب حتى إذا انتهيت قمت بأدب وانصرفت بهذه الطريقة تعلم نفسك كيف يعظم الله في نفسك سلوب عملي قرآني بسيط وسهل هذه دون البدايات هذه بداية البدايات نحن لا نأخذ بها أيها الأخوة ما رأيكم؟ لا نأخذ بها لذلك شيء طبيعي جداً أيها الأخوة في مثل هذا اليوم جمعة يوم أزهر مبارك كريم أيها الأخوة فيه ساعة إجابة فيه بيت من بيوت الله لا إله إلا هو ونسمع الخطبة والموعظة ننصرف سريعاً من الصلاة ولعلّا نخوض في أعراض بعضنا في المسجد في المسجد يفعل هذا وينال المسلمون بعضهم من بعض ما هذا؟ ما هذه المساجد؟ ما هذه القلوب؟ ما هذه الآداب؟ ما هذه العبادات؟ ما هذه الثمار المرّة؟ تحسبون هذه الثمار ثمار الإيمان؟ لا والله إلا الإيمان